ولدوا مع الحرب وعاشوا كل تداعياتها من موت إلى مجاعة إلى أمراض وما تزال تبعاتها القاسية تطرق أبوابهم كل يوم هكذا هو حال أطفال اليمن في حرب كانوا الخاسر الأكبر فيها تحطمت أحلامهم وأصبحوا بلا شيء بلا مأوى بلا مدارس وبلا مستقبل وأيضا بلا حياة فلا تتوقف أخطار الحرب عليهم عند مناطق الاحتدام العسكري بل إنها تصل إلى المناطق التي عاد الهدوء إليها حيث يتعرض المئات من الأطفال لمخاطر الذخائر والألغام المتروكة من قبل ميليشيا الحوثي المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغيريك اتهم أطراف النزاع في اليمن بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال والاستخفاف بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي دوغيريك أكدت تحقق من مقتل وجرح سبعة آلاف وخمسمائة طفل بسبب القصف الجوي والمدفعي والقتال والتفجيرات لافتا إلى أن الواقع أشد من ذلك نظرا لازدياد صعوبة الرصد المسؤول الأممي اتهم ميليشيا الحوثي بتجنيد ألف وتسعمائة وأربعين طفلا فيما حمل الحكومة مسؤولية تجنيد مئتين وأربعة وسبعين طفلا ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح فيرجينيا غامبا قالت إن معاناة الأطفال في اليمن أصبحت بكل بساطة أمرا مروعا لا تتوقف إذن تبعات الحرب الكارثية التي يعيشها الأطفال عند حدود الأضرار الجسدية بل إن الضرر النفسي له واقع أشد قسوة يلاحقهم ويشكل في نفوسهم مشاهد مخيفة للحرب والدمار وهي أضرار تحطم ملامح مستقبلهم ولا تمحى بسهولة